إلى مزيد من التوتر تتجه الأمور بين الولايات المتحدة وإيران مع تنص الأخيرة من التزاماتها حيال الاتفاق النووي وهو ما يعكس سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها طهران في إدارتها للأزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أعلنت أن مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب تجاوز حد 300 كيلوغرام الذي يسمح به الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى ما دفع ترامب لتحذيرها من أنها تلعب بالنار الخطوة الإيرانية مثلت اختبارا للدبلوماسية الأوروبية التي دعت طهران إلى مزيد من التعقل غدا تأول تحرك إيراني كبير لانتهاك شروط الاتفاق منذ انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أكثر من عام بعدما كان مسؤولون فرنسيون وبريطانيون وألمان قد تعهدوا برد دبلوماسي قوي إذا انتهكت إيران الاتفاق بصورة جوهرية لكن تلك الدول أحجمت حتى اللحظة عن الإعلان عن بطلان الاتفاق أو فرض عقوبات من جانبها ليقتصر الرد الأوروبي على تصريح وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت الذي هدد بالخروج من الاتفاق إذا انتهكت إيران بنوده ويفرض الاتفاق النووي قيودا على حجم اليورانيوم ودرجة نقاء المخزونات وهي قيود تستهدف إطالة المدة اللازمة لصنع قنبلة نووية لكن إيران تتجه نحو مزيد من التصعيد عبر إعلان وزير خارجيتها جواد ضريف أن الخطوة التالية ستكون التخصيب فوق مستوى 3.6% وهو ما يمثل أول خطوة في عملية ربما تستخدم لإنتاج يورانيوم أعلى تخصيبا يمكن استخدامه لإنتاج سلاح نووي التحركات الأخيرة بررتها طهران بأنها لا يمكن أن تلتزم ببنود الاتفاق لأجل غير مسمى ما دامت العقوبات تحرمها من المزايا التي من المفترض أن تحصل عليها بينما تصعد إدارة ترامب من مواقفها الدبلوماسية والاقتصادية تجاه طهران دون أن تتخذ المواجهة بين الطرفين بعدا عسكريا على الرغم من سخونة الأحداث التي جرت فوق مياه الخليج العربي في الأسابيع الماضية سخونة بردتها تصريحات متضاربة لترامب لكن قد تشعلها مجددا تصرفات طهران التي وضعتها العقوبات الأمريكية في عنق الزجاجة